فَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنِ بسورة عبسورة مكية آيات هذنتان وأربعون آية نزلت بعد سورة النجم وهي سورة تصحح القيم الإنسانية وتضع الأسس الإسلامية لأقدار الناس وهزانهم وتؤكد أن قيمة الإنسان بعمله وسلوكه ومقدار اتباعه لهدى السماء قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا في سورة الحجرات وقد نزلت سورة عبس في سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن أم مكتوم هو ابن خالي السيدة خديجة واسمه عمر بن قيس وأم مكتوم كنية أمه واسمها عاتكة أمينة عبد الله المخزومية سيب نزولي هذه السورة أن ابن مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابن ربيعة والعباس بن عبد المطلب ومجال بن هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم من أهل مكة لأنهم لهم وزن كبير في مكة فقال عبد الله بن أم مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله جاء يريد أن يسمع الهداية وهو مقبل عليها ومقبل بقلبه إلى الإسلام وكرر ذلك وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وأعرض عنه فنزلت هذه السورة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رأاه مرحبا بمن عات بني فيها ربي هو عتاب الخالق للمخلوق وعتاب رب العالمين لرسوله الكريم المشرف عنده كان رسول الله يقول لابن المكتوم إذا جاء هل لك من حاجة وقد استخلفه على المدينة مرتين اعترافا بقدره وإظهارا لقدره ومزيته أمام الصحابة أيها الأحبة فتتحت سورة عبس بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب أن يكون عليه نحو ضعفاء المسلمين وبإرساء القاعدة العامة التي يجب على المسلمين جميعا أن يتبعوها عند معاملتهم للناس وكذلك جاءت بالثناء على الممين الصادقين مهما كان عجزهم وضعبهم والتحذير من إهمال شأنهم قال تعالى عبس وتولي عبس وتولي أن جاءه لعم وما يدريك لعله يذكر أو يذكر وفتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يذك وأما من جاءك يسعي وهو يخش فأنت عنه تله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام بررة ولقد اشتجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه الحكيم فبنى حياته كلها بعد ذلك على هذا الميزان العادل ومظاهر ذلك إكرامه لابن أم مكتوم وقوله له كل ما رأى أهلا بمن عات بني فيها ربي وضع صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك مع جميع المؤمنين الصادقين الذين كانوا من فقراء المسلمين ولم يكونوا من أصحاب جاهن أو نهود أو عشيرة قوية لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة وهو الغريب عن مكة والمدينة أميرا على الجيش الإسلامي في عزوة مؤموتة وكان فيها الجيش عدد كبير من كبار الصحابة ومن أقارب ورحم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا جعبر وغيره وقال صلى الله عليه وسلم ما في شأن سلمان الفارسي سلمان منا أهل البيت وقال صلى الله عليه وسلم في شأن عمار بن ياسر عندما استأذن عليه في الدخول إئذنوا له مرحبا بالطيب المطيب وغير ذلك من مظاهر رفعي صلى الله عليه وسلم من شأن بقراء المسلمين وضعافهم وأهل الصفة وغيرهم أيها الأحبة يعالج المقطع الثاني من سورة عبس جحود لإنسان وكفره لفاحش ربه وهو يذكر المصدر وجوده وعصر نشأته وتيسير حياته وتولي رب الله سبحانه وتعالى له في موته ونشره ثم تقصير الإنسان بعد ذلك في أمر ربه قال سبحانه قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره وهذه الآية الكريمة قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره المتأمل فيها يراها مع بلوغها نهاية الإيجاز قد بلغت أيضا نهاية الإعجاز في أسلوبها حيث جمعت أشد ألوان الذنب والتحقير بأبلغ أسلوب وأوجزه ولذا قال صاحب الكشاف الزمخشري قتل الإنسان دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم لأن القتل وصار شدائد الدنيا وفضاعها ما أكفر تعجيب من إفراطه في كبراه نعمة الله ولا ترى أسلوبا أغلظ منه ولا أخشن متنا ولا أدل على سخط ولا أبعد في المذمة مع تقارب طرفي على قصر متن هذا كلام الزمخشري أو قريب منه أيها الأحبة يعالج المقطع الثالث توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه هو طعام حيوانه وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له قال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف وصله حتى صار بين يديه مرورا بمراحله كلها يوقفه على تدبير الله في ذلك ولطفه وتخليطه وإعماله كثير من الأطراف حتى كان موجودا حاضرا هنيا بين يديه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا والمقطع الأخير من هذه السورة أيها الأحبة يعرض الصاخة التي يشتد هولها ويذهل الإنسان بها عما عداها وتنقسم الوجوه إلى ضاحكة مستبشرة يعلن الله وإيجاكم من أهلها وإلى عابسة مغبرة عوذا بالله تعالى والمقطع الأخير الذي يعرض الصاخة يبجن للإنسان أن يوم القيامة أهله عظيم قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا؟ لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة يعلن الله وإياكم منها ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عوذا بالله عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة أولئك هم الكفرة عوذا بالله تكسب السورة أيها الأحبة الإحساس بقدرة هذا الكتاب الخارقة على تغيير موازين الجاهلية وتصحيح القيم وتغيير المذهل الأعلى وبعد أن كان احترام الإنسان لجاهه أو ماله أو مظاهر سطوته وجبروته وقوته أصبح المذهل الأعلى في الإسلام طلب الحق والهدى والتزام هدى السماء ومراقبة الله والتزام أوامره أي التقوى العمل بأحكامه سبحانه وصدق الله العظيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتمجن آية أخرى أن الله عز وجل يأمرنا بمكارم الأخلاق وينهانا عن المنكرات ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن البحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فالأكرم عند الله يوم القيامة هو الأتقى وليس الأقوى وليس الأكثر مالا وليس الأعظم جاها ولا الأقوى عشيرة إنما القرب عنده سبحانه باتباع أوامره والانتهاء عن نواهي جعل الله إياكم من المتقين ولطف بنا بكم وتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومجد وكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا يكتبرون القرآن اشتركوا في القناة